اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قدر وافر من الحرية على هذه الارض من وحي اللحظة ايضا كذلك نتساءل ما هي اهم المحطات النضالية التي خاضها شعبنا في كفاحه من اجل الحصول على الاستقلال او على الحصول على وثيقة الاستقلال هل تحققت الشروط المادية والسياسية للاستقلال هل الاستقلال هو خروج اخر جندي على هذه الارض تلك بعض من اسئلة نحاول باش نطرحوها اليوم في موضوع حلقتنا اليوم عشرين مارس عند الاستقلال على مجموعة من ضيوفنا اليوم يجي بحثنا عليميني سي عبد الرؤوف العياد رئيس حركة وفاة مرحبا واهلا بك عليصاري استاذ سليمان الشوشي والاستاذ السابق بجماعة الزيتون مرحبا واهلا بك علينا في المحالة السياسية مرحبا أهلا وسهلا بك مرحبا بكم جميعا أدعوكم وسهد المشاهدين لمشاهدة هذا التقرير عشر مارس عيد الاستقلال ثم نعود لنقش تأتي الذكرى الحادية والستين للاستقلال في ظرف سياسي واجتماعي تميز بضعف النمو الاقتصادي وارتفاع المدينية الخارجية مما يطرح تساؤلات عن مدى استقلالية القرار السياسي التونسي فبالعودة إلى اتفاقيات الحكم الذاتي أو معرفة بالاستقلال الداخلي لسنة 1955 والتي بنى عليها لاحقا بروتوكول الاستقلال لسنة 1956 نجد تلك الاتفاقيات قد حافظت على الامتيازات الاستثنائية الممنوحة للأجانب كان من المفترض أن تخوض تونس فيما بعد مفاوضات مذنية لتجاوز بنود التبعية المضمنات بها إلا أن ذلك لم يحصل وهو ما تسبب لاحقا بظهور خلافات حادة صلب زعماء الحركة الوطنية بين رافض للسيادة المنقوصة وبين مؤيد لها كخطوة على طريق الاستقلال لاحقا في السنوات القليلة الماضية وتحديدا في 2012 تقدم أحد التونسيين بطلب لرئاسة الحكومة يطلب منها تمكينه الاتلاع على وثيقة الاستقلال الرسمية إلا أن ردها كان صادما متعليلة بأن طلبه غير مستوفي الشروط جاء فيه أن الطلب لا يتعلق بواقعة مهددة بالزوال أو بقرار له تأثير سلبي وجذري في وقت وجيز على الوضعية القانونية للعارف وأضافت رئاسة الحكومة في معرض ردها بأن عبارة وثيقة الاستقلال تفتقد للدقة والوضوح موضحة بأن استقلال تونس تم بموجب وثيقتين هما وثيقة الاستقلال الداخلي لسنة 1955 وبروتوكول الاستقلال لسنة 1956 وهما غير منشورين بالرائد الرسمي كما أنهم غير متوفرين لدى مصالحها الخاصة تنضاف إلى هذه القصة ما قام به سفير فرنسا بتونس أوليفي بوافر دارفور منذ تسلومه منصبه من تصرفات متعارضة مع الأعراف الدبلوماسية والقنصولية والتي تحدد علاقة أي بعثة دبلوماسية بالبلد المضيف وعلى سبيل الذكر مشاركته في استقبال جثامين التونسيين بحاية هجوم اسطنبول دون دعوة مسبقة ثم زياراته المتكررة إلى عدة ولايات تونسية ومقابلته مع متساكني تلك المناطق وزيارته لأحد عناصر الأمن للأطمئنان على صحته كل هذه الأحداث وغيرها تقوي رؤية المشاككين في بنود وثيقة الاستقلال ومدى اعتراف فرنسا باستقلال تونس التام إلا أنه ما على الشعب إلا العمل وبذل كل الجهود الممكنة للخروج من التبعية الاقتصادية التي تضمن بدورها استقلال القرار الوطني عن أي جهة أجنبية رحم الله ومهم جدا في هذه اللحظة أن نترحم على كل شهداء الحركة الوطنية الذين غيبوا طبعا في خصومات سياسية معنا حتى علاقة بالحس الوطني الذي يجعل أسماء كل من ضح من أجل هذا البلد هم موجودين على نفس القائمة وبنفس الدرجة وبنفس الشرف الذي يحظى به كل تونسي أعطاء من دمه وروحه دفاعا على هذا الشعب ودفاعا على شرف تونسة الذي كان مستباحا نبدأ معاك سي سليمان ربما سي عبد الرؤوف العياد يشعلي الله في مثلوا اللحظة الرهنة أكثر في تمثلهم لهذه اللحظة لكن حضرتك مطلعة جدا وباحث جدا في تاريخ الحركة الوطنية ما يعنيش ليسي جماعة نقصين أقل منك لكن نحكيه على التعمق والبحث الأكاديمي والشيء اللي عاملوا سليمان الشواشي سليمان هتنذكروا التونسة قبل كل شيء يقول لك الاحتلال بدأ عام 1881 الاحتلال الفرنسي لما يكون يسميه الحماية الفرنسية نحترم من ربما يستخدم هذا اللفظ الاحتلال الفرنسي بدأ عام 81 وعام 52 1952 يعني بعده بـ 19 و 52 حوالي 71 سنة كان اندلاع الثورة التونسية فالسبعين سنة هذا هل الشعب كان مستكين هل الشعب كان راقد نعرف بارش أحداث نحاوله بش نذكره بها بسم الله الرحمن الرحيم وبياتكوا استعين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم التسليم أولا أنا سعيد جدا بأن أشارك في هذه الحصة القيمة التي تحيي ذكرى عزيزة على كل تونسي وهي ذكرى الاستقلال كما أني بهذه المناسبة أترحم على شهدائنا الأبرار الذين ضحوا من أن نعيش نحن اليوم في حرية وفي ديمقراطية وفي عز ومنعة الواقع أن الشعب التونسي منذ الاحتلال لم يركن ولم يهدأ بل ظل يقاوم حسب الإمكانات وحسب ما هو متاح له فأول حادثة وقعت كرد فعل على الاحتلال هي حدثة النازلة التونسية وهي أن فرنسا لما استقر وضعه خاصة بعد موعدة المرسى أصدرت قوانين سمع قانون المجلس البلدي يحدد كيف يدفن موتى المسلمين أيضا فيه فرنصة الإدارة التونسية وخاصة إدارة الديوانة ترفيع في مازغوان في فاتورة مازغوان إلى غير ذلك من الإجراءات التعسفية فتكونت حركة وطنية قادها الشيخ محمد السنوسي وهذه الحركة رفضت هذه القرارات التي صدرت من السلطة الحماية الفرنسية ووقع التنكيل بهؤلاء الذين قاموا بردة الفعل ولكن في نهاية الأمر خمدت الحركة ثم بعد ذلك توالت الانتفاضات والحركات ولعل أشهرها انتفاضة الفراشيش في القسرين وفي تالا من 25 إلى 29 في ديسمبر 1906 ثم معركة الزلاج في 7 نوفمبر 1911 وهي معركة دامية استشهد فيها العديد أسبابها هو أن السلطة الفرنسية أرادت تسجيل مقبرة الزلاج وكان هناك فكرة عن تونسيين أن تسجيلها يعني في القانون العقاري ستصير ملك لفرنسا نعم واضح وربما سيقع اقتطاع منها أو مصادرة جزء من هذه المقبرة للشركة شركة المترو أو شركة ترونفاي في ذلك الوقت وهذه الشركة كانت لا تشغل إلا الإيطاليين ولذلك كانت تونسيين يحقدون على هذه الشركة وعلى تصرفاتها وسوف نرى بعد فترة كيف يقع التصادم بين التونسيين وهذه الشركة وهو ما يسمى إضراب ترونفاي حيث أن أحد السواق الإيطاليين داس طفلا متعمدا فوقع رد فعل عنيف وكان من مظاهره هو الإضراب وقد سندته حركة الشباب التونسي والوطنيين في ذلك الفترة وكادت الشركة أن تفلس نتيجة هذا الإضراب مطلبتين إذن من الزلاج هزيتنا مباشرة الحديث الترامباي يعني هم متقاربين الزلاج 1911 وترامبواي 1912 في هذه الفترة تكون الحزب الحر الدستوري التونسي 1920 ولربما يقول لماذا سمي بالدستوري يعني كانت تسمية متعمدة وهو أحياء لدستور عهد الأمان حيث أن الشيخ عبدالزي العالبي يريد أن يثبت أن تونس لها دولة ولها كيان وأن فرنسا ولها تاريخ ولها تاريخ ولها نظام سياسي وغير ذلك وهذا ما أكده في كتابه تونس الشهيدة حيث أن هو بينا للجميع من خلال هذا الكتاب أن فرنسا لم تحتل بلدا فوضويا أو بلدا ناس هامج أو غير ذلك وأن ما لهم دولة ولهم إدارة ولهم نظام سياسي ونظام تعليمي ونظام ثقافي وأنها دمارت كل ما وجدته من هذه المؤسسات ثم بعد ذلك وقعت أحداث أخرى كتنصيب تمثال للف جري حيث قامت مظاهرات وخاصة من طلبة جامعة الزيتونة ثم وقوع المؤتمر الأفخارسي 1930 وهو إحياء لكنيسة قرطاج وتنصير الشعب التونسي جاءوا المسيحيين من كل حدب وصوب وألبسوا الأطفال سلبان ووزعوا سلبان من خشب على التونسيين ثم وقعت حوالث التجنيس أيضا في 1932 وهذه أيضا كيد من مكيد الاستعمار وهو أنه وجد في بعض البلدان تفريقة الشعوب على أساس العرق مثلا في الجزائر أو في المغرب الجنس البربري والجنس في سوريا اعتمد على التفرقة الطائفية العلويين والسنة ففي تونس وجد تجانسا في الأعراق وفي الدين وفي غيرها فخلق ما يسمى التجنيس وهو أن يمثي عاما يتحصل على الجنسية الفرنسية بامتيازات فرنسية وحتى في المرتب وهو ما يسمى بالثلث الاستعماري ما معناه الثلث الاستعماري معناها إذا كان تونس يأخذ مثال 600 دينار في الشهر عندما يأخذ الجنسية الفرنسية واللي 900 دينار يزيدوه ثلث يزيدوه ثلث الثلث الاستعماري ولكن معناه الحمد لله الوطنيين وحتى يعني علماء الدين فتن حازمة وأصدر الفداوى مفتي بن زرت والمفتي المصري من مصر الذي يعني طلب منه الشيخ الفعالبي بأن يصدر فتوى في تحريم التجنيس وتحريم دفن المتجنيسين في مقابر المسلمين ثم ثم حوادث 9 أفريل وهي 38 وأيضا كان أكثر رحاياها من طلبة جامع الزيتون ثم إذراب العمال بالنفيذة بضيعات انفيذة في 1950 ثم جاء الاستدام المباشر في 1952 ثورة التحرير في جامع في 1952 هل تنشركوا في المرحلة ذا من سي عبد راوف و سي علي سي عبد راوف سبعين سنة أحداث متفارقة هنا هناك من الجلاز الترمواي أحداث الشوهداء كذلك الأخيري لفخارستي أحداث متفارقة سبعين سنة في عمر الشعوب كيف تشوف الشعب التونسي كان قابل أمام ظروفه اللي كان يعيشها قبل عام 1881 كان قابل كان جسم قابل الاحتلال يلوج على بديل حتى يجي من خارج أما ترى شو اللي ترى اللي يخلي الاحتلال يدوم سبعين سنة معه مقاومة ماش واضحة المعالم ما جدا باش يكون واضحين أحداث متفارقة لكن عندها رمزية بسم الله خلاحي تعليق على ما تفضل به الأستاذ سليمان يعني هو أسقط حاجت هم ياسر وهي المقاومة المسلحة اللي صارت في سفاقص تعرف في سفاقص من جوان في جيبس وبعد جيبس لا بدأت بدأت من سفاقص وبعد مش هدل جيبس جيبال من جوان مقاومة بطولية صارت وستجدوا فيها تسعميات شهيد وكان القائد علي بن خليفة اللي يعملو توا النفاتي يعني يقول خاطر ثم ديبلوماسي فرنساوي كاتب كتاب خرجوا منظر أصفر حققوا في فرنسا وخرجوا يتحدث على الفرنسيس كيفاش دخلوا وكيفاش يعني استهدفوا سفاقص بخمسة مدميرات وقالوا زبان فيه يونجرال داسية معناها طيحوا كل المآذن وكل القباب هذه في سفاقص نعم في المدينة العتيقة وبعد ولأول مرة الجيش فرنساوي يستعمل لأسلحة الكيميوية لأول مرة الجيش فرنساوي سعمل هذه الكتاب كتبوا ديبلوماسي فرنساوي وفيه يعني أحديث دقيقة جدا على كيفاش بعد احتلوا المدينة ودور اليهود في إرشاد الجيش فرنساوي على العائلات اللي كانت تملك عندها ذهب ويرجدوهم هذه عائلة فلانة فلانة يدخلوا الجيش ياخذ ذهب ويبيعوه اليهود من هنا تكونوا منهم اليهود كانوا في بابور في عماق البحار هزوهم الانجليز وبعد تحت الاسفاقس هم دخلوهم هذا ما موثق راو دي جيد يوريهم في العائلات وياخذوا وبعض الطرق الصوفية وكذلك وقع انزال العلم التونسي اللي فيه النجمة والاهلال ورفعت راية الرسول هذا في الكتاب هذا الجهاد صار تحت راية الرسول في اسفاقس نعم ضد هذا هذا قال الديبلوماسي الفرنساوي اي اي والبي بعث 12 مائة عسكري على الساس انهم بش يعاون فرنسا لكنهم اكثر متفرقوا ومشاو مانا 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 اسفاقس ما ضحت راية الرسول كان في جوليا المعاهدة الحماية راية في مي راية 12 مي لكن اسفاقس لم تتحد كان في جوليا بعد ثلاثة شهور تقريب بعد ثلاثة شهور بعد انتقلت المعارك إلى قبز ثم ثم قبائل أولاد عبدالطيف هذو ولي بعد انسحبوا لكلهم في ليبيا كانش ليبيا قاعد ديما هي عمق استراتيجي يعني علي لفي أنا أعتقد أن أولا ما سوالك ما جاوبت شاليا نعم كم مساش كم مساش سمحني ملاحظتك طيبة وفي محلها لكن هذا يحتاج إلى حصة خاصة وهو احتلال بعد فرنسا ظروف الاحتلال لا خليني تسمح لي شوف التاريخ تكتب بعد الاستقلال يعني حبوا يغيبوا فيه المقاومة المسالحة لفرنسا ما أنا غابت هل أن هون نتسألوا بيسالش نتسألوا بش نقرب المشاهدين حتى بش بيكونش نقاش صعيب عليهم المقاومة الشريفة التضحية الكبيرة اللي عاملوها اسفاقسية وتسعمائة شهيد اللي تحكي عليهم في الجنوب هذوم مذكورين في التاريخ التي تكتب موجود لا في تونس ما تكتبش ما تكتبش موجود ما تكتبش ما حقوش فيه خاصة وقت بورقيبة علش لأنا كان نهزوا السلاح والقيم هذه لا وذيك عليش أغفلوا اختيار معنيها ومنهج ومنهج ما أنه المقاومة المسلحة ضد فرنسا وقال كلها غايبة في كتابة التالي أما تعفوها ولا تغيبها رابط وذيك عليش هم بعدهم بعد بورقيبة قال شنو ما تذوي كان عاملين بعض البنادق شدينهم بالتل جابوا الاستقلال أنا جبت استقلال بالمدى واذا تم كتابة خير وعمره ما صار في دولة شرط فرنسا أن السلاح الكل يتسلم ليها قبل ما يقع حد شي معناها عملوا اتفاقية جوان 55 تكفلوا بجمع جميع السلاح معناها مش أنت توقف في طلاق النار وبرك تعطيني سلاحك وسلاحة ذي كل مدوها خاصة نتلحظ على مية ثلانية يعني في ظروف صعبة الفرنسا ضعفت فقتها فيها وجاء للمانة نحتلوا باش نجموا المخاومين يلقوا بطرف السلاح يعني اللي صار كما حبيت أن أقوله هي راهوا كلها ثم خيارات على أنه المستعمر هو خرج جره كلها بالمناورات وبالذكاء أنت الزعيم الكبير وكل وأن هالمقاومة المسلحة وكله رأي خشاش كله أي كلها حكاية زيدة نعم علي لف أنا أعتقد أنه في بداية ساعة دخول المستعمر الفرنسي إلى تونس كان ليس معزولا عن الظرف الإقليمي والدولي موجود أنذاك مؤتمر برلين هو اللي أعطاها الظوء الأخلر بالتالي الاتفاقيات ومؤتمر برلين هم اللي مكنوا المستعمر الفرنسي من دخول تونس ومضى اتفاقية الحماية ولكن يجب أعيذ القول أنه حتى البي في حد ذاته عندما كان يمضي الاتفاقية معناه كان يمضيها تحت إكرهات والدليل أذنك أنه أن الدموع كانت موجودة عند البي وهو يمضي الاتفاقية بالتالي حتى لما نعطي لكل ذي حق نحقها المقاومة التونسيين لم يسلموا بسهولة خاصة في مدن الجنوب التونسي عندما دخل المستعمر كانت عاصية كانت عاصية في جابس وفي سفاقس وفي جملة من المدن وبالتالي التوانسة أرى اثنين حتى عندما في الخمسينات عندما تم أرى تم فريق كامل برقيب أعمال فريق كم بجمع سلاح ذلك أنا الرئيس الحالي بشي لصبيتلا رئيس الحالي بجقية السبسي كلف بمهمة جمع السلاح في صبيتلا عنا بالتالي يرى وفود كامل برقيب لجمع السلاح بعد مضاء الاتفاقيات وما يجب التكيد عليه مثل ما أشارت إلى ذلك البعث ناطيفة الأخذر أراه ثم جزء من التصوف الطرقي حتى لا أقول كله هو الذي مهد إلى وبرر دخول المستعمر إلى اليوم بعض الأطراف السياسية وبعض الأطراف الإقليمية تروج على أن التصوف الطرق سيكون بديلا بديلا على بعض المدارس الفكري الإسلامية اليوم موجودة في الساحة بالتالي ظهروا خطير حمد أنت خبيع الماضي يعني معروفين ناس موقفهم الدين مشاو يقربوا الفاتحة للصوفين يعني كما الباجي سيدي بالحسن الشاد لي وتعرفوا سيب الحسن الشاد لي كان الجمال يبخروا في القصر ويدعوا البنع لي فهمتين يعني طرق صوفياء ولكنهم في الحنة الخبيع اللي فاتت ضد لعب ويدور معاني دا تونس هزيتني العلاقة السياسة بالدين لا ثورة التحرير أيضا يرادوا تغييبها ثورة التحرير معناها ثم جزء جزء من رمز الحرك الوطني وقع تغييبهم مش مذكورين مش مذكورين أصلا سواء في الجهات في الجهات معناها خاصة في الجنوب الشرقي معارك انتع أرماده تطوينه بنغداج معناها وجملة من المعارك وقع تغييبة من الكتب المدرسية وقع تغييبة باش الرأي العام يفهم أراه تاريخ الحرك الوطنية منذ منها انتصاب الحماية حتى تحتقيق الاستقلال اليوم خطاب صالح بن يوسف خطاب 7 أكتوبر 55 الذي رفض فيه الاتفاقية في جامعة الزيتونة هذا النص لم يجر إلى بعد الثورة نص خطاب 55 وخطاب الشديد زويتن معناه خطاب جامعة القيروان عندما كان أحدهما يخطب أمام الألاف صالح بن يوسف كان الآخر يخطب أمام أحدهش الشخص وبالتالي يراه شكرا لكي من الآخر برجيبة برجيبة قد يرى أحدهش الواحد مصالح بن يوسف معروف هذا في خطاب جامعة جامعة أقبة هذا مش بانه ذي حقائق التاريخية والناس مزاد أيضا خطاب الشديد زويتن منتع صالح بن يوسف لم يبقى مواطنن في بيته منها في خطاب الشديد زويتن إلا وذهب إلى خطاب منتع صالح بن يوسف في جامعة منها في ملعب الشديد زويتن بالتالي تاريخ الحركة الوطنية كتب بأحرف مزيفة وإلى حد الآن لم يصح بل الآن يزيدك حاجة كل الأحزاب التي جاءت إلى انتخابات أكتوبر 2011 لم يكن لها رؤية وإعادة كراءة لحركة الوطنية وطول حركة الوطنية الكاتب الوحيد اللي كتب رؤيته الخاصة لحركة الوطنية هو طار عبد الله كل ما الجميع لم يقدم إلى حد الآن عليش هكذا تيل حاجة كبيرة غياب الوعي هذا لدى النخبة بضرورة كتابة إعادة كتابة التاريخ لأنه يقول يكتبوها أما أهلك راسي ولا يكتبوها المتصيرون أحد الصدمات التي تقاها شباب الثورة هو عدم قدرة الأحزاب الرئيسية الحالية على تقديم قراءة لتاريخ الحركة الوطنية واضح أحداث 9 عفريل مثلا تونجاه حتى في مناسبة لماذا تونجاه 9 عفريل هي هي وقعت يوم 8 عفريل لأنه الحبيب بورجيب بالإبل مولود دهر 9 عفريل الحديث وقت دهر 8 عفريل والثعال بتوقف دهر 8 عفريل وبالتالي تاريخ الحركة الوطنية كتب موزيف عنه وإلى حد الآن وعلى المقاس وحسب تاريخ ولادة أصلا يعني تكون صح سي سليمان هاته نمشي مباشرة أنا لهنا بوابت لأنه تعرف مش نحكيه على تاريخ تونس ساعة من زمن ما تكفيش بوابتها بالتراتوبية زمنية كورونالوجيك شوية وصلنا احنا توا لاندلاع الثورة عام 52 حبينا نشوفه هل أن الثورة دي تمت تخطيط لها أم كانت عفوية كيفاش كان من ولادتها قبل من جاوبه على السؤال هذي بما أن أخونا وصديقنا سي راوف أثار قضية المقاومة للفرنسي يعني هي في الواقع عن احتلال تونس وظروف التي سبقت هذه الاحتلال سواء كان على الصعيد الداخلي أو على الصعيد العالمي تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى حصة نرجو منك أن تخصيصها لنا على هذه الثاني عملنا على ظروف الاحتلال أولا يعني كما يقول ملك بن نبي يعني لا تستعمر الشعوب إلا إذا وجدت القابلية للاستعمار باي أن قبيل الاحتلال كانت عاشت تونس فترة عاصيبة من الظلم والقهر لم تعرفها طيلة تاريخها طيلة تاريخها وهي فترة الصدق باي ويتجلى خاصة في قمعه لثورة علي بن غذاهم قمعة ثورة علي بن غذاهم وما صاحبها من ظلم وقعر والتهاد 1964 لم نرى مثلها في تاريخ تونس بعد ثاني يجيب ورقب يقول علي بن غذاهم يجيب يفكر يشير مش يحب يعمل ثورة هذا من ناحية لاحظة لو سمعت يعني هذا من ناحية والمشكلة الثانية هو أن صدق باي لم يكن مخلصا لا لبلده ولا لوطنه ولا لذاته والدليل على ذلك هو اعتماده على شخص لا يوجد فيه لا قيم خلوقية ولا دينية ولا وطنية ولا ذرة من القيم الرجولية هو مصفى بن سماعيل حيث تآمر على مصفى خزندار ثم تآمر على خير الدين وعزل خير الدين وصار هو الوزير الأول وتفق مع الفرنسيين على أن يدخلوا إلى تونس بشرط أن يضعوه هو مكان الصدق باي وآمر الجيش البي وعسكر البي بأن لا يقاوم الجيوش الفرنسية ولذلك لم تكن مقاومة مركزة ومنظمة إلا في جبال الخمير وفي سفاقس وفي جبس هذا من ناحية اعطاهم المفتاح اي اعطاهم المفتاح هذا من ناحية ناحية الأخرى لما أمضى صادق باي معادة باردو يعني أنه طالب قالوا الجنرال الذي أمضى الواحد قالوا احنا أمضى لو كان نرفض كنا احنا نحطوك في الأخر جازوه بخمسة ملايين فرنك فرنساوي تونس اتبعت بخمسة ملايين فرنك فرنساوي ما يعادي كم بالله ربني خمسة ملايين في ذلك التاريخ يمكن عشرين مليون ثلاثين مليون يعني المهم أن مصر بن اسماعيل قبض ثمن الخيانة أمتاعه خمسة ملايين فرنك فرنساوي وجلون ما نعرفش لكنه في النهاية مات شريدا في اسطنبول مات شريدا في اسطنبول وليون روش كان هو الحاكم هو البي هو القنصل هو المتصرف في شأن تونس المقيم هي القنصل الفرنسي قنصل الفرنسي الذي مهد للاحتلال وهو الذي أمر صادق بي بأن يعطل دستور عهد الأمان متسببا في ثورة عرب النغذان الثورة هذه هي اسمم في الفوضى ولذلك وقفه الدستور يعني الفوضى التي سبقت ثورت عليه بنغذان كانت الخدمة متاع صفارة فرنسا يعني كل فرنسا كلها فرنسا فرنسا ونزيده مبينه أن الصادق باي مشى للجزائر سمعني أنا عندك خبرة فرنسا لا مش نزيد نبين لك حاجة أخرى الصادق باي مشى للجزائر وقابل نابليون ثالث ووهداله نسخة من دستور عهد الأمان بعد ما خرج قبل الهدية عيت لليون روش وقال له ما تعرفش العرب إذا كانت عودوا على الحرية ما عادش النجموا سيطروا عليهم ومن ثم راجع لليون روش من الجزائر هدفه هو تعطيل دستور عهد الأمان وارجاع البلاد إلى الفوضى هذا يعني بصورة نقبل عدد الثمين يعني فعلا يعني أن ثورة هذه قد تهيأت لها جميع الأسباب حيث أن كان هناك عدد من المناظلين ومن أعضاء الحزب يفكرون ويستعدون لقيام ثورة مسلحة وهيأوا لذلك مثلا في إرسال بعض العناصر للتدرب على الخطط العسكرية في الأكاديمية أو في الكلية العسكرية في بغداد مثل عبدالله العبعاب مثل أحمد جبارة وكذلك وقع إرسال بعض العناصر الأخرى إلى الكلية العسكرية بسوريا مثل عز الدين عزوز مثل حبيب بوز جمدة وغيرهم الله يرحمهم الله يرحمهم وشو موقف بورجيبة أن ذاك من تدرب شبابنا ورجالات تونسية البرة طبعا في تحضير لمعركة مسلحة في الواقع في الواقع أن بورجيبة لم يكن يرغب في الثورة وفي الصدام المسلح مع الفرنسيين وأن هذه العمليات وهي الإرسال كانت في غفلة منه كانت بتحريض من الحبيب ثامر ومن يوسف الرويسي وغيرهم ولما حضر بورجيبة استعراض عسكري في سوريا وشاهداء تونسيين ضمن السفوف ضمن السفوف يقول صاحب كتاب عواصف الاستقلال لعمار السوفي يعني يقول هذا كيحضر بورجيبة الاستعراض العسكري في سوريا عام عام قدر والله بالضبط في نهاية الاربعينات اي اظن في الاربعينات معناها انه عبر عن غضبه وعبر عن رفضه لتدريب هؤلاء التونسيين في لكن معناها معناها وليلوجة على الشكل يسفرن زي التصفير اي اي ربا ما ربا ما يعني هذه ثورة التحريش جاءت نتاج طبيعي لنتاج مؤتمر ليلة القدر اي في وقع في اوة 47 اوة 46 اوة 46 اوة 46 اي اوة 46 وقع مؤتمر هام جدا هو مؤتمر ليلة القدر حضرت كل منظمات الوطنية وكل مناها اطراف الحركة الوطنية منابئة النقبيين واعراف وفلاحين وايضا رجال حزب الدستوري برقيبة كان موجود في القاهرة برقيبة كان لا يرغب من كان يؤمن بالتفاوض من البداية وبالتالي فالثورة التحرير هي نتاج طبيعي لينة لمؤتمر القدر وهي بناء المنظمات الوطنية عشرين جانفي اوة 46 اوة 47 اوة 6 17 جانفي 47 اتحاد الاعراف قبل ذلك بعضة منظمة المناها اتحاد تنوسي الفلاحة والصيد البحري في نسختها بالاسم المزامة القديم وبالتالي ثورة التحرير جاءت نتاج رؤية الحزب المناها الجديد وايضا رؤية المنظمات الوطنية وبالتالي برقيبة كان في الخارج برقيبة رجع عندما وجه لولادي نويرا رسالة قال له عجل بالرجوع فان ما فعلته بالثعال سيفعله صالح بنسب مكا هو الشيدي قلالة هو الشيدي قلالة هذه الرسالة وجه الويرا الشيدي قلالة الى برقيبة في القاهرة في القاهرة وبالتالي برقيبة كان جزء من الحركة الوطنية وساهمها في بناء الحركة الوطنية لكن ايمانه بالكفاح المسلح لم يكن يؤمن بذلك لم يكن يؤمن بذلك وتتم لما ذكرت هو انه في مؤتمر ليلة القدر الذي طال باب بالثورة المسلحة وبالاستقلال التام هو صالح بن يمصف نعم يعني بحيث ان الخلاف هذا له جذوره وله نعم يعني ثم ان هذه الثورة يعني انها لم تكن كانت لها معسكر في ليبيا المعسكر هدايا كان يشرف عليها يعني انه العيساوي شكاي من جابس ابناء سعد شندول احسن وعمارة البشير جريسيعة من بن جردان الذين اعجموا بعد اي هدوما كانوا مهمتهم هم نقل المطاردين وتهريبهم عبر الحدود وإصالهم لمكتب الحزب بترابلس وبعد ذلك نقلهم الى معسكر المزرعة وهو الذي يقع فيه تدريب المقاومين وهذه المزرعة كانت لملك الحاج الشادي بن عياد من جربة ربانا والاخر من تونس وهو محمد المشاط اللهم 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 كانوا يملكوا المزرعة في ليبيا اللهم يتدربوا فيها المقاومين الله يرحمهم الله يرحمهم مهم وكل شرف لنا سي سليمان أن نذكر هذه الأسماء المغمورة المغدورة اللي لم ينصفها لا تاريخ لا الجغرافية لا الحاضر ولا الماضي لا الأحفاد ولا أولاد الأحفاد ولا قبل الثورة ولا بعد الثورة أسفين نعم أنا جايك أنا جايك عليك أحتفظ بملاحظتك جايك بعد إذنك سمح لي سيد علي الله يخليك للمحاور برشا والضيوف تبركالة والوقت يضيق علينا الآن مباشرة لك سي عبد الروف العيادي هل تحققت برأيك الشروط المادية والسياسية للحصول على الاستقلاء 56 لا يعني طبعا هي 56 سبقها 55 خمسة وخمسة 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 هو تحالف برقيبة مع الجيش الفرنسوي ويتام ريجيمون دي تيريور ساميون ودخلوا في حرب أهلية لتصفيت الويسفين بمساعدة الجيش الفرنسوي ما وصلنا 56 ستة وخمسة يعني كان البفاوضات يعني 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 عام تقريب من تصفيت الويسفين اي تقريبا تقريبا عام اي تقريبا عام جاءت ما يسمى بالاستقلال الداخلي بروتوكول فيه صفحة وحيدة يتحثوا فيها هذه الانترديبوندانس وطبعا برقيبة كان يقول زادل في مفاوضات وصالح بن يوسف معنى اذا كنت تعطيونيش الاستقلال معنى الشق سالح بن يوسف بشيبقى ديمة فاعل وديمة معارض قوي وصل خاصة خاصة ثم ثورة الجزائرية كانت يعني دخلت في مرحلة منتها مقاومة كبيرة يعني وقتها يعني هي اللي جابت بعض ما يسمى البطاي دالجي اللي صارت في في 57 معركة الجزائر ايه معركة الجزائر فالوثيقة هذه طبعا انا اعتبر ان ما حصل هذا في 56 يعني كان من املائيات الظرف اكثر منها يعني من يعني عبقرية اشخاص كما قال لان يمكن يغيب عام عام 56 ايه عام 56 يعني كان سبقه مؤتمر بندونغ ومؤتمر بندونغ يعني كان نبثق من عليه كتلة عدم الانحياز وحضر فيه عبد الناصر ونهر وقال وصدر يعني تقول انت المناخ الدولي والتخليلي كان هو حاضنة طبعا يدفع في ايه في الاستقلال توابات في الاوخ الاستقلال وعب في الاستينات ولا بالاستفتاء ثم يمشوا يستفتوا فارقة تحبوا الاستقلال ولا لا بعدها بعدها تغير المناخ يعني وهذا كل نتيجة اولا ظهور الاتحاد السوفيتي في كتلة قوية لسان ترى بقوة حركة الاتحاد السوفيتي وكذلك يعني كتلة تعدام الانحياز تيتو ماريشال تيتو وعبد الناصر ونهر ايه الدولي كان كله لفايت ما يسمى انهاء الاحتلال انهاء الاحتلال وخاصة في مدر الجنوب الشرقي وسماه طورة تحرير الوسفية في مدر الجنوب الشرقي بالتالي هناك بداية روح لتسليط الضوء على مغيبة في تاريخ تونس الجانب الثاني أنا أحب أن نقول حاجة بورجيبة هو أحد زعماء الحركة الوطنية حتى نظم التاريخ بورجيبة كان لا يؤمن بأن المعركة التحرير بتاع المغرب العربي تكون معركة مشتركة وبالتالي فصل المصارات بن يوسف كان يؤمن بخوض المعركة في آن واحد ولذلك حضر مؤتمر باندوني الظروف الإقليمية والدولية ساعدت على التسريع أيضا عبقريت بورجيبة السيسي كانت موجودة بورجيبة ارتكب جرائم في حقي رفاقه في الحركة الوطنية بالأمس دخل في العبقري هذا لا لا دخل في العبقري ثم روه هو مثال مثال فرنسي يقول أناليزي برانسان فاكتير سيفوء التحليل بيعامي واحد هو خطاع بالتالي الحصول على الاستقلال التام فرضه اليوسيون عامل من العوامل لأنه معارك الجنوب التونس والجنوب الشرقي في بنخداجهم أرهقت فرنسا أرهقت فرنسا وأجبرت بورجيبة على أن يستحضر القرارة السياسية في المطالبة هؤلاء اليوسيون ماذا يفعلون معناها بورجيبة عارفة كيف يركب الموجة ذاك مدامي موجة المعركة في الجنوب حامية والفرنسيين معناها أصابهم ما أصابهم من انتكاس والسرخاء حتى قواتهم وعامل الجزائر معناها ثورة تحرير الجزائرية التقط اللحظة بورجيبة التقط اللحظة لباش يطلع في الشروط من استقلال ذاتي فتحق التام لأنه الاستقلال التام كان لن يكون ما بشكونوا فهموا المشاهد الآن ابن الجيل الحالي في البداية الاستقلال التام كان لن يكون يوم عشرين مارس ٥٠ كان سيؤجل لسنوات لأن معارك اللي انخذها اليوسيون وعدم القام سلاح مثلما الذي توفي منذ ثلاثة أسابيع عمار الغفلة رفض تسليم بمضقة يأمنها أسلي حتى إلا عندما يرفع العلمة التونسية مش هذا أهم من العبقرية لتحكي عليها سيدالي أنا أعتقد أن هذا أهم ولكن حتى الحنك السياسي لبورجيبة عندها أهمية كانت موجودة كانت موجودة ماذا بينا خفتة وانسا ربما يقول لك التاريخ مهم لكن عين على الحاضر كذلك علاقتنا بفرنسا استقلال الشعوب استقلال نتوى سيادتنا نحكيه في زل إن شاء الله يعني أولا أنا الذي يجل أريد أن أؤكده هو أن هناك ثورة مسلحة مقاومة وطنية يعني يجب الاهتمام بها وعنايتها ودراستها وترسيخها في أذهان طلبتنا وتلاميذنا فرغم قصرها هي 58 حتى الـ 55 لكن هذه الثورة أولا قامت بمعارك مشهورة عندك في عديد من البلاد التونسية كمعاركة جبل ميتر بني خداش 14 أو 1954 معاركة جبل سيديعيش من منطقة قفصة معاركة جبل برغو 1953 ثم ربما البعض يسل يقول شهداء هذه الثورة وخسائر الفرنسيين في هذه الثورة لمحالة مسألة الأحصائيات قد نجد صعوبة في ضبطها وتحديدها وحتى إن ذكر المؤرخون ذلك فأننا لا نستطيع أن نأخذها مأخذ اليقين فمثلا يعني الأستاذ عميرة علي الصغير يحصي خسائر المستعمر في الفترة المتراوحة بين جام في 52 ونوفمبر 54 يقول 86 قتيلا و224 جريحا بين عسكريين ومدنيين يضاف إليهم 92 قتيلا و153 جريحا من أعوان فرنسا من الجومية والمخازنية والقوانات وهو ما يدل على ضعف وطأة الخسائر على الجانب المحتل هذه ربما يعني الإحصائية هذه تكون أقل أو غيرها لكن المهم ثم ناس الضحي ثم كذلك لا ننسى أن في هذه الفترة استشهداء من التونسيين 1200 شهيد 1200 1200 شهيد كذلك لا ننسى أن في هذه الفترة تكونت منظمة سرية اسمها اليد السوداء رد على اليد الحمرة مهمتها القضاء على أو اغتيال الخوانات ومن أشهرهم الطيب الغشام هذا كان محامي والقصطلي وغيرها الغشام المحامي كان موجود في اليد السوداء لا كان يعني اغتيل من قبل اليد السوداء طيب الغشام إثر خروجه من المحكمة والشهيد للقصطلي مدير جريدة النهضة ونائب المجلس البلدي أنا ذاك نعم نعم سيد عبداللوف إذن نحاول باش نربط باية الاستعراض وهذه المقدمة كذلك نباشنا شوية في تاريخ تون تاريخ الحركة الوطنية أرى وليس نقوله المشاهدين راهي ثم ثورة اسمها ثورة 18 جانفي 52 يرادوا تغييبها مايش حاضر غايبة تمام مش أراد أطفالنا وشبابنا هي غايبة راهي ثم ثورة عملت عام 52 ينتواسة في ذهنهم ثورة منعليب الزهم ثم ثورة 14 جانفي لا راهي ثم ثورة وقعت في 18 جانفي 52 نسألك أنا حاجة بالعكس سمحني ما تقول ليش اللي التوانسة وشبابا ما يعرفش ثم ثورة اسمها 18 جانفي 52 نسألك أنا نقول لك إشنوها يعرف على الحركة الوطنية ماذا يعرف من خلال برامجة الإعلامية والثقافية اليوم ومن خلال المنابر التليفزيونية والنقاشات المفتوحة ماذا نعرف نحن على أجدادنا وعلى أبائنا وعلى المعركة المسلح معركة التحرير من عام 1881 وكي ماشي بعد إذنك سعبد روف العيد نعم سعبد روف هل هذه السؤالة المقدمة مضابينة منهج من جواب عليه هل أن خروج آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية هو الاستقلال طبعا لا يعني الاستقلال ما هوش يعني تحرير البلاد من الوجود العسكري الأجنبي هل استقلال الأرض واستقلال الأوطان هل استقلال الشعوب زند لا الاحتلال عنده عدة طبعات هما يعني أو المبدأ ومعني قضية الاستعمار كانوا يتحثوا على هذه الرسالة السيفيليزاتريس اللي بشتحر يعني هما جاونا بمهمة تحررية يعني بشتحررون بشتحررون طبعا وذلك يعني بمحاربة القيم بتاعنا وبحارة الدين خاصة وفرض القيم من بتاعهم وحتى قراءتهم التي وراثنا عبر المستشرقين المستشرقين اللي عبوا دور كبير ياسعوا في المجال هذين احتلال العقول هو يعني كان طوى إذا كان حبه نقيمه شخص ووضع تاوى نحنا اي شنوى علاقتنا نحنا الآن اي بالاستقلال بثيقة الاستقلال شنوى علاقتنا بي اه طوى نعطيك كيفاش يعني كيفاش انت اه يعني استقليت ثم تبعث منظمة دولية اللي هي مهمتها النهوض باللغة الفرنسوية اللي هي الفرنكوفونية واللي شارك فيها شارك فيها سانجور وبرجيبة يعني كيفاش انت بعد استقلال ممفروض لغتك ضاعة الاصلية اللي هي اللي هي اللي هي واللي عام 31 يحكي القاضي المرحوم حمود شمام على كيم وقع المؤتمر لفخارستي وقع مؤتمر معني ضد اللغة العربية صحيح على اللغة وانتهت وامتشعر وامتشعر يعني ظلمية وغير وكالكلام ال إذن الاحتلال الآن عنده ثمرة كبيرة ياسر في هالمتغربين هذا هو نقصه كانت سميه بول يعني عقله يشتغل وفق القيم والرؤاء اللي هي جابها المستعمر ورسخها فيهم فمتنين كيما شنوه كيما شنوه يعني 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 عننا ناس يعني فرنسا مأثر فينا حالينا اللي حنان في حراراتنا طبعا في سيادتنا في السيادة متاعنا اي طبعا ناس اولا بالنسبة لي اللغة العربية يعني عنده منها موقف اتصور انت مظالي في 71 احنا في الجامعة وقتها عمل مؤتمر للتعريب يعني بش أسبوع تعريب في ابن رشيق والأسبوع وهذا صال منون هاربرك وكان تم الدكتور محمود عبد المولى رحمه الله كان رجل هذا دافع للغة العربية فصل من الجامعة همه والهدي نور عقتها كان زير اول يعني جال مزالي وعيط له وقال له وره معنا توقف هذه الأسبوع التعريب كيفاش دولة مستقلة تعمل أسبوع باش تتحدث على لغتها أسبوع يعني كما تقول الاتحاد الأوروبي يحب أن عملوا أسبوع متى السياسة في البرلمان الأوروبي أو حسب الوذيقة هذه اللي ظهرت في صادقوا عليها ريزوليشون في 14 سبتمبر 2014 2016 اشي يقول ريزوليشون ذي يعني أن الأحزاب في تونس يمكنهم باش يجيوا للاتحاد الأوروبي يعملوا أسبوع غادي يعرضوا رؤاهم وكل يعني السياسة ريزوليشون بنشكون وشكون برب سمعني هذه لا ريزوليشون صادق عليها البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبي أي إرادة منهم وكل أملاءات حتى التشريع كل تشريع اللي موجود تو اللي نقشو فيه تو انت موضوع الزطلة الزطلة هي طالبت تو أي يعني اللي سميوهم طبعا نعطيك بالعدد القانون زادا مجدين في مجلس النواء يعني مثلا العنف على المرأة هذه عدد 60 مشروع قانون السياسي عدد 60 2016 هذا هذا طالبت به التحاد الأوروبي اش طالبوا به قضاء التمييز العنصري عدد 54 على 2016 مشاريع اللي قاعدة تمشيته أي قاعدة تمشيته بتحديد المنابات في الميراث 22 على 2016 تو مش جيد قانون على الميراث حكاية الليواط باش يقع عدم تجريم عدم تجريم موجود غدا أي بالنسبة للمخدرات اللقاء لحدث تلك كان مقترح قانون أساسي 32 على 2014 ثم ثم احداث مجلس الحوار الوطني الحوار الوطني اللي اعطاهم الجايزة باش يرجعوه يعني بقانون موجود ونعيبة في ذلك بح استنى خلينا قلمك ثم فرق لاني كانت تقرر وانك تكون مبادرة من حزب سياسي ومن هناك تجيك من قرار من الاتحاد الأوروبي نعم شنو العيبة في ذلك ثم أكثر من عيب هذا يقول هذا الجانب اللي تحكيت ليه أنا الثقافي تم استعمار ثقافي قاد متواصل راو وقال وزير دوغول متى الثقافة نعم ما نحنو لدينا وحصف نعمنا وحصف ساعتنا نعمنا وحصف نعمنا وحصف نعمنا وحصف نعمنا ونعينا وحصف مبراطورية ثقافية وهذا موجود في كتاب محمد مزالي والاستشهاد به محمد مزالي في كتابه أمبر بيميشتر بورقيباتي مواني شهادة منه في كتابه والكتاب هذا كتاب شهادة من الوزراء والحقيقة أي منسبة الاقتصاد الاقتصاد حدثوا لا حرش يعني احنا توا بعد الثورة اكتشفنا وهناك اتفاقيات تميز فيها فرنسا هذه الاتفاقية العامة امتها خمسة وخمسين ثلاثة جوع يعني الثروات البطنية والملح وغير وغير هذه معنى موضوع امتيازات رغم عنو عنا حق مش نراجع لانتفقية اي اي هذية على المستوى الاقتصادي المستوى السياسي حدث ولا حرج ياخي لشكون اللي صار شكون تواب في فرنسا شكون غير فرنسا هي معنىها عندما يسمى ويسمى البركاري لفرنسا تولس معنى عبارة منطقة نفوذ وعندها هي حق الرقاب عليها وتدخلات السفير الفرنسي وفي اللي تحكيتوا عليها هي مش سفير هذا بركارهو السفير اللي قبله المرحوم منصف بن سالم كان وزير تعليم عالي جاني انا عضو في مجلس تأسيسي قال لي وقيته متوتر قلت له شبيك قال لي راني انا اليوم سفير فرنسا مش هزار معهد عالي في بنزرت ومن غير ما يأخوا الإذن مني ولا يعلمني هكي اي نعم قال لي انت جمشت الدخل قلت الله يبارك ودخل في المجلس الوطني تأسيسي أشرت للنقطة هدية هما يعني من ناحية السياسية معنى سفير يتنقل يبجي المؤسسات من غير مغير يستأذن هذا كيله في التقديم اي 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 اكثر من هذا فم كتاب كتبوا هذي المخابرات السابق كيف عاين بورقيبة بعد احداث الازمة مع الاتحاد اي اي سوا سابعين اي 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 لما زيتم لا جيتش على الاحديث لوقتها سابع سابعين صارت الازمة ازمة ازمة كبيرة ياسر اي خروج يا حبيب علي شوفو ديوانسيا نحى طهر بالخوجة وخلى عبد الله فرحات وزير دفاع وزير داخلية جاه السفير السفير الفرنس قالوا ما تخليش زوز مغدوة ما تخليش واحد برك في الدفاع شد دفاع وزا اي اي ازور فأ يعني تدخل ويحكي يعني هذا اللي كان شد المخابرات في تونس الاستعلامات هذا يسي دكتور بيشير توركي انا حتى وسيلة كانت يعني مخبرة لفاية السفارة الفرنساوية شكبيني المخبرة وسيلة بورقيبة وقال الملف متاحها جبدو يعني طيد ميري وقت شد لزارة الداخلية وليسحبوهم اما كانت هي وقتها هذي الشي اسمها هذا الشيء بشير تركي كان شاد مخارنة هذا موجود في بشير تركي شاد مخارنة على سليمان علي لافي نحب نختم الفقر هذي في مداخلة معاك قبل ننشي سي سليمان يعني نعم فين نختم طب ما ذكرنا حتى شيء عن الاستقلال وعن دولة الاستقلال عندك مداخلة كاملة سي سليمان ديما كذلك تلفزة تباغة الجميع حاط الجمهور علي لافي اذا بذرة امل حسب ما تشوف انت هذا الارتهان لفرنسا الارتهان الاجنبي اليوم عبدالله في العياد يوريك ريزوليشون كاملة واملاءات واضحة جدا وما يفعل في تونس كيما يرسم في الموذة البرا الان يحب هو العام الجاي ورين السروال منين يتقطع فنحنا بقدرة ربي العام الجاي بش نبسوا السروال الذي يرسم الان في الخارج نفس الشيء قالك القرارات اللي قاعدة حتى في مجلس النواب ومشاريع القوانين التي تعرض على مجلس النواب هي مبرمجة اصلا من اتحاد ربي مسبقا من سبتمبر اللي فات من عامي من عامي من عامي من ايو من 2014 بساحة في حقيقة الدول الاستعمارية المشكلوين المشكلوين هو الدول النقطة اولى قالوا ثورة قال الدول الاستعمارية بس طيب بس ثم الدول الاستعمارية حاولت في كل بلدان العالم ان يكون منح الاستقلال مسلة شكلية بما يعني انها اضطرت تحت تطور الفكر البشري وتطور الشعوب واراداتها فحاولت حاولت في فرنسا فرنسا في حذ ذاتها سوى مع الجزائر او ما تونس او ما المغرب كانت المسلة نوعا ما اقصى واكثر وضوح باعتبار ان الفرنسيين يركزون على عامل الثقافي انا اعتقد ان تعيين الوزراء في عهد برقيبة وفي عهد بن علي لا يسألوا عن الوزير الاول بل يسألوا عن وزير الثقافي شكون هذا كان ثابت واعتقد ان مزالي سنث منذ اسبوع اللغة العربية اللذي في الحقيقة كانت ترتيب من طلبة البعث اللي هما معناها انا ذاك مسعود الشابي ونجيب وعبد الواب البيه وغيرها المجموع من طلب من طلب البعثيين وصنف على انه معادل فرنسا من طلب البعثيين من فرنسا يعني بعد الثورة يجونا خمسة وزراء مرسلين من فرنسا خمسة وزراء؟ ايه اللي جاء وقت السبسي رئيس الحكومة ايه هذا هالعايدي وهذا ش اسمه اللي دا حاب يدخل بونك لازار هذا ش اسمه ياسينه واحد اخر اسمه حواس كماش عارفش بعث انت من فرنسا جاءوا من فرنسا ايه كنوا غادي من فرنسا شكونما هذه مش كون جابوا شكون جابوا وحط المعارضة بتاعنا اجت من لندن لا 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 كماش لا سمحك لا فسألك تأذوما بعد يعني من أخرج سمع انكشف لهذا يسين وكله عنده علاقات يعني مع البنكة لازار وحب يعطيها حكايات يعني أعداد مخطط تلمي خلينا من أخرين شوف لكن يرى اللي ناكدوا عليه بالنسبة للمواطنين شوف تونس استقلت يوم عشرين مارا ستوخمتين على أقل المقيم العام لم يعد موجودا الشعب التونسي أحس أنه بديه في الاستقلال هذا الاستقلال لم يكن تامن بكل المعايير أولا لطبيعة فكرة بورجيبة ورؤية الاستقلال أيضا الحزب الحاكم الوحيد اللي في مؤتمر بنظرت لم يعد إلا حزب وحيد ونظم كل منظمات الوطنية وعمل الشعب المهني وغيرها وبالتالي الاستقلال لم يكن تامن ولكن الاستقلال على مستوى الأرض تحقق وما يلامه على حزاب اليوم هي عادة رؤية للفكرة الاستقلال حركة النعضة حتى سنة 2011 كانت تعتبر أن الاستقلال هو صفقة ما بين بورجيبة والمستقبل الفرنسي ثم بعد ذلك راشعتها وبالتالي لأهاء حزابنا بما فيهم حركة النعضة لابد تقدمنا قراعة لمنطق الاستقلال ووثيقة الاستقلال وتعكس التحاول للقاء ثم من يتحدث أنه داخل وثيقة الاستقلال وداخل النقاشات وبعد ذلك لتنسى أن الطهر بن عمار بعد ذلك عكمة وأبعدة وذيفاها نقطة استفاهم تاريخية منسوش اللي وثيقة الاستقلال فيها جملة من المطالب الآن تروج في الأذهان منها في بعض الكتابات وفي بعض الصفحات الاجتماعية أنه كان ثم شروط في إغلاق جمع الزيتون كان ثم شروط في تغييب الغابة التلسية متع الزيتون ومنها تقليص البعد الاستراتيجي للفلاحة في تولس وهذا وقع بعد ذلك لأنه اليوم تم منها إعطاء أولوية للسياحة على الفلاحة كان مطلب موجه أثناء المحادثات وأنا أعتقد أننا فرحنا بالاستقلال وعملنا ثورة تحرير ولكن الاستقلالنا لم يكن تاما ولم يشعر التونسيون يوما أن استقلالهم تام سيء سليمان هل نجحت دولة الاستقلال لإخدار الاستقلال وإخدار المفاتح هل نجحت في تحقيق تولس المستقلة الدولة المستقلة دولة الاستقلال والدولة المستقلة مشروع الدولة المستقلة وأن كان نحن لم نعطي يعني كيفية استقلال تونس والظروف الدولية سواء كان هو أحكام فيه سيراوف أحكام فيه مناخ دولة خاصة والخلاف بين برقيبة وبن يوسف وغير على كل يعني أنا من خلال دراساتي لهذا الموضوع وهو دولة الاستقلال ودولة الاستقلال ليس خاصة بتونس بل استقلال الدول العربية سواء كان مصر أو العراق أو سوريا أو غيره فأغلب الدارسين سواء كان من العرب أو من الأوروبوين يقولوا أن دولة الاستقلال أو الدولة الحديثة أو الدولة الوطنية قد فشلت فشلا ذريعا لم تحقق طموحات الشعب ولم يعني تكون في مستوى مستوى طموحات لاحظة عايش في مستوى طموحات الأمة والدليل على ذلك مقارنتها بدول أخرى استقلت في نفس الفترة مثلا كوريا كوريا الجنوبية أو ماليزيا أو سنغافورة أو غيرها يقول القائل ما الأسباب شنو السبب في ذلك هناك عدة أسباب السبب الأول هو يقول لك أن هؤلاء المناظلين الذين سواء جاءوا عن طريق الإنقلاب مثل عبد الناصر أو صدام أو غيرها أو المناظلين الذين عانوا السجون ومثل بورقيبة وغيرها لم تكن لهم ثقافة ماذا معنى ثقافة؟ يعني أن الثقافة الرائجة في تلك الفترة هي ثقافة ما تسمى بالثقافة الاشتراكية المقامة على محاربة الاستعمار والإمبريالية نعم أن ثقافة هؤلاء الزعماء أو هؤلاء المناظلين ليست نابعة من الأمة ليست معبرة عن الأمة فمثلا شخص قرأه في إخذاء البكالوريا من صادقية مشاهلة فرنسا إخذاء الإجازة في الحقوق ما عنده حتى علاقة بثقافة الشعب فرانسا الشي اسمه الصادقية يعني غيرت فرنسا منذ الاحتلالها من 1993 برامجها وجعلتها 1893 يعني أنها غيرت برامجها واحتوتها وأزالت منها كل الأهداف التي وضعها خير الدين وغيرها في تلك الفطرة ثم أن الثقافة الفرنسية هي ثقافة علمانية ثقافة إلحادية وخاصة الذي لا يتعمق فيها فإنه سرعان ما يتأثر بها حالة من الانبهاب هذا من ناحية ناحية ثانية أن انعدام الثقافة الوطنية نجم نقوله السببب الأول السبب الأول هو انعدام منظمات المجتمع المدني ما هيش موجود ما هيش موجود حتى المنظمات اللي كانت مثلا مثل اتحاد الشغل أو اتحاد الصناعة والتجارة أو اتحاد الفلاحين وقعا التحالف بين النظام السياسي بين الحزب الحاكم وبين هذه المنظمات وصارة كل الصيد في جوف الفراء ولذلك فمثلا من أسباب النجاح برقيبة في الخلاف السياسي بينه وبينه بيوسف هو مؤتمر السفاقس اللي نظمه اتحاد الشغل في خمسة وخمسين يعني نظمه الحبيب عشور ومن ذلك مثلا أن برامج التعليم وقعت بي من اتحاد الشغل يعني فاها الشبيهة اليوم بالاتفاقية اللي وقعت بين وزارة التربية وبين اتحاد الشغل والمهد العربي لحقوق الإنسان بحيث قال كالتاريخ يعيد نفسها وأن كان لا يعيد نفسها لكن الأحداث تكاد تكون هي متشابهة ففي تلك الفترة كان المسعدي هو رئيس الكون فيدرالية متاع التعليم بي اتحاد الشغل كان أحمد عبد السلام هو رئيس نقابة التعليم الثانوي فوقع تقديم مشروع توحيد التعليم والقضاء على جمع زيتون من خلال الاتحاد العام التونسي للشغل عودنا على بدأ عودنا على بدأ ومن ثم انتقل المسعدي من رئيس الكون فيدرالية إلى وزير للتربية أو كاتب الدولة للتربية لكن هو نفذ ببرنامج لمن الشاب سمحنا رغم أنه كانت تفصيل 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 هذا هذا انعدام منظمات المجتمع المدني الناحية الأخرى هو أن الأنظمة هذه جابت إديولوجيات لا علاقة لها بثقافة الأمة يعني كل شيء امبتات كل شيء امبتات فمثلا يعني في تونس جاب بورقيبة العلمانية وهذه العلمانية معناها أن فرنسا وقتل طبقت العلمانية وتخلصت من الدين متعت شعبها بالديمقراطية نعم يعني انضحي بالدين من أجل الديمقراطية نعم أما نحن في تونس ضحينا بالدين من أجل الديكتاتوري من أجل بورقيبة ومثلا بورقيبة يصرح في لمندوب لوماند يقول نشرته بتاريخ عشر جويليا 1954 أي قبل فترة المفاوضات يقول إن مصلحة فرنسا تقتضي أن تتفاوض مع عزب رجاله عصريون لائكيون كونتهم هي بنفسها يحيون بعبقريتها وبثقافتها وبالمبادئ التي علمتهم هذا التصريح أي هو أنه قبيل الاستقلال في عائدة فرنسا كانت هناك تعددية حزبية ومنظمات كان هناك الحزب الشوعي كان هناك الحزب الأقديم كانت هناك الحركة الزيتونية ولعبة دور كبير بعد الاستقلال صار حزب واحد رأي واحد فكر واحد منهج واحد يعني لا أريكم إلا ما أرى وأنا ربكم الأعلى إذن تجب تكون الثورة المتاع 2011 هي لأن دولة الاستقلال فشلت في تحقيق لو تحققت التنمية وكان العدالة والديمقراطية والديمقراطية ربما ما وصلنا إلى ما وصلت إلى هذا مشكورة جدا أستاذ سليمان الشواشين أستاذ السابق بجماعة الزيتونة شكرا جزيلا لك وإن شاء الله لماذا لا نشتغل على حلقات كاملة أصلا في هذا الموضوع باش نعطوه أكثر وقت وتتكلم بأكثر راحة وكذلك حتى الجمهور مشوفنيش بتعصف عليك شكرا لك سي عبد الروف العيدي رئيس حركة وفاة على المشاركة علي الله فيه بقى معنا بعد شوية مازلنا باش نحكيه على التقرير السنوي لمنظمة صوت حر الحقوقية لسنة 2016 ولكن بعد هذا الفاصل لا تذهبوا بعد وعدنا وأهلنا بكم ماما الجديد مشاهدينا الكرام كان من المفترض أن باش نتحدث على التقرير السنوي لمنظمة صوت حر الحقوقية لسنة 2016 والذي تضمن أوضاع حقوق الإنسان والحرية في تونس وفي دول أخرى كذلك بالإضافة إلى رزد المضايقات التي طالت نشاطات منظمات المجتمع المدني تعذر التواصل مع ضيفنا للأسف الشديد اللي هو موجود في أوروبا وهو يعني عضو هذه المنظمة اللي تشتغل في مجال حقوق الإنسان صوت حر نعيدكم إن شاء الله في أول حلقة أن يكون الضيف موجود ونتناول هذه المادة من وحي إذن قبل أن أختم اسمحوا لي نحي علي اللافي مشكور علي اللافي ونعتذر كذلك من كأنت على إلغاء هذه المادة شكرا لك علي اللافي المحلس السياسي مشاهدين الكرام من وحي اللحظة 20 مارس برشة علاميين وسياسيين خايفين الاحتلال التركي والقطري التونس تركيا طبعا هي أول دولة تعطينا المعدات الخاصة بمكافحة الإرهاب وبفضل تلك المعدات وحدها بعد ربي سبحانه وتعالى كان بإمكان للجيش التونسي أن يخوذ معارك عام بتركيا هذه تركيا اللي خايفين من احتلالها مثال نقاوم تركيا كيف نقاوم تركيا تركيا عام 1980 كان المواطن التركي يجي بالكراسة وبالقلم الرصاص يثني الركبة بش يتعلم عند توانسة السياحة بش يتعلم في عدة قطاعات كان يجول الأتراك اليوم بعد 30 سنة أو أقل بعد 40 سنة أو أقل اليوم تركيا هي تعطفين في المعدات الخاصة بتنظيف طرقاتنا لكن نحن بعد 3000 سنة حضارة اليوم غير قادرين على تنظيف طرقاتنا أصلا إذن 20 مارس عيد الاستقلال أتمنى إن شاء الله نتخلص من احتلال تركيا بالاستثمار في العقل التونسي وبعيدا عن المهاترات الزيفة والحضارة 3000 سنة حضارة من الكذب نشوفوا الزبالة الموجودة في كيساتنا سنعلم أين نحن من الشعوب وماذا استفدنا من 20 مارس اللي ما نزال يعني إلا محطة مترو وربما حي من أحياء تونس أمل إن شاء الله أن يتغير هذا التاريخ 20 مارس وأن يصبح موعد مع الإنجال التونسي مع الإنجاز التونسي مع العقل التونسي مع البحوث مع العلوم مع التكنولوجيا مع اكتشافات التونسي مع رجولية التونسي وثانيا أن الركبة تصبح هنا بألف خير ترجمة نانسي قنقر